البورصة، البنك المركزي والرقابة المالية وفد من أهم الكيانات الاقتصادية في مصر بيزور السعودية والإمارات وده علشان يعرضوا آخر إلى أرقام في الاقتصاد المصري وبما أن ده بيتزامن مع خطة مصر لطرح 32 شركة حكومية في البورصة طبيعي تسأل إيه الانطباع اللي واخده الأسواء الخليجية عننا وهل هيشتروا حصص الحكومة في الشركات وبحجم استثمارات قد إيه خليك معانا في الفيديو ده هقول لك كل التفاصيل خلال الساعات الأخيرة في وفد مصري من القيادات التنفيذية للهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري والبرصة المصرية بينفس جولة ترويجية في السعودية والإمارات الوفد ده اجتمع مع 20 مؤسسة استثمارية كبيرة منهم 7 في الرياض و13 في دبي وأبوظبي الهدف هو الحوار مع ممثل قبريات المؤسسات والسنديق العربية لتعرفهم بآخر المسجدات على مستوى السياسات النقدية والمالية في مصر وكمان عرض جهود الحكومة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار وعرض خطة مصر في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية زي التضخم وإدارة سعر الصرف الشاهد هنا أن الجولة الترويجية بتتم في وقت مصر بتجهز فيه لطرح 32 شركة حكومية في البورصة هنا ممكن تسأل نفسك ليه الحكومة مركزة على الترويج لدول الخليج بالذات رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة المصرية شايفة أن الاتجاه لبيع الشركات المطروحة للسنديق السيادية الخليجية بالذات سببه رغبة السنديق الخليجية في اقتناص حصص من الشركات المملوكة للدولة وده اللي شفناه السنين اللي فاتت لكن السنديق الأجنبية بتركز على الاستثمار غير المباشر في أزون وسندات الخزانة الحكومية وعلشان برنامج الطرحات الحكومية ينجح حددت يعقوب خمس عوامل لازم يتنفزه صح وهي اختيار مستشار الطرح كويس جداً تقييم الشركات وسعر الأسهم بسعر عادل توقيف بدء الطرح والترويج للشركات المطروحة وأخيراً استمرار العمل بسياسات سعر الصرف مارين هنا طبيعي تسأل إيه حجم الاستثمارات الخليجية المتوقعة وإيه الشركات اللي حطين عنهم عليها مفيش رقم دقيق عن طبيعة الصفقات اللي ممكن تتم لكن حسب وكالة بلومبرج في وعود خليجية بضخ حوالي 10 مليار دولار استثمارات في مصر خلال الفترة اللي جاية وقائمة الشركات المطروحة بتضم 3 بنوك وشركة مصر للتأمين بالإضافة كمان لشركات شغالة في القطاعات اللوجستية والنقل والبترول والغاز وشركات عقرية المفروض الانتهاء من طرح 25% من الشركات دي خلال 6 شهور واستكمال الباقي على مدار سنة تقريباً ولو بصيت على أداء سنة دي للإستثمارة الخليجية في مصر هتلاقي أنهم نفذوا 66 عملية استحواز في عام 2022 وأبرز الصفقات دي كانت في قطاع الأسمدة والبنوك والفنادة واللي أكدوا كمان الوفد المصري أن فيه اهتمام خليجي واضح بشراء حصص حكومية في برنامج الطرحات المنتظر وفيه أخبار عن رغبة السندوق السياد السعودي لشراء المصر في المتحد انت بقى شايف أن خطة الطرحات الحكومية هتوفر الدولار اللي محتاجينه وإزاي تتنفذ صحة علشان نطلع كسبانين اشتركوا في القناة